طبعا كلنا عارفين ان معظم الناس بتعاني في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله وكتير منهم نزل من الطبقة المتوسطة للطبقة الفقيرة وهكذا بس تعرفوا ان مصر هي التاني اغنى دولة في افريقيا من حيث ثروات الخاصة؟ طب تعرفوا ان في حوالي 17 الف مصري مليونيرات؟ طبعا عايزين تعرفوا عدد المليونيرات في مصر وبيتصنفوا ازاي؟ ده اللي هنعرضه لكم في التقرير اللي معنا شركة هونلي اند بارتونرز عمل التقرير حديث عن الثروات في افريقيا للسنة الحالية وعدد المصريين اللي عندهم اكتر من مليون دولار كانوا في التقرير ده اكتر من 17 الف شخص مصر كمان بتيجي في المركز التاني كاغنى دولة في افريقيا من حيث الثروات الخاصة بثروة قدرها التقرير الخاص بشركة هونلي اند بارتونرز ب307 مليار دولار التقرير قسم الاغنية في مصر الاربع فئات او اربع مستويات بتختلف كل فئة عام التانية من حيث الثروة ويعني الفئة الاولى فيها الاشخاص اللي بتمتلك ثروة بتقدر باكتر من مليون دولار ودول كان عددهم 16900 شخص الفئة التانية فيها الاشخاص اللي بيمتلكوا اكتر من 10 مليون دولار ودول بيتسموا المالتي مليونيرات دول كان عددهم في التقرير في مصر حوالي 880 شخص بس اما الفئة التالتة ففيها المصريين اللي بيمتلكوا اكتر من 100 مليون دولار ودول عددهم في الوقت الحالي حوالي 57 شخص بس الفئة الرابعة والاخيرة والاغنى في مصر بتضم اللي بيمتلكوا اموال اكتر من مليار دولار او اللي بيتسموا بالمليار دولار دولار عددهم في مصر كلها حوالي 7 اشخاص بس مصر كمان هي اكبر دولة في افريقيا من حيث عدد المليار دولار اللي بيمتلكوا اكتر من مليار دولار واللي قلنا ان عددهم 7 بس يعني في بقية دول العالم عددهم اقل التقرير كمان قال ان اجمالي ثروات في مصر تراجع بنسبة 23% خلال اخر سنين وهي الفترة من 2010-2021 وده معناه ان اجمالي ثروات والمليونيرات في مصر كان اكتر من كده بكتير في الفترة اللي قبل الفترة اللي حددناها اما بالنسبة للدول الاغنى في القرية الافريقية فهي دولة جنوب افريقيا واللي بتبلغ الثروات الخاصة فيها حوالي 651 مليار دولار ومصر بتيجي في المركز الثاني زي ما قلنا نيجيريا بعدهم في المركز الثالث بـ 228 مليار دولار لكن برضو عشان نبقى عارفين ان في نفس الوقت التقرير اللي اصدرته الشركة ما قدمش القلية الحسابية اللي اعتمد عليها في حساب الفئات الاربعة اللي اتكلمنا عنهم او اعلن حتى عن الجهة الرسمية اللي بتعتبر مصدر للمعلومات دي وفي نفس الوقت برضو ما افصحتش اي جهة رسمية في مصر عن بيانات الاشخاص اللي بيمتلكوا كل المبالغ اللي تكلمنا عنها بالشكل دقيق اللي اعلن عنه التقرير كمان بيختلف التقرير عن اللي بييجي في قيمة فوربس من الاترياء كل سنة واللي بتعتمد في حسابها على حجم الاصول والاستثمارات في البورصات وهي القلية اللي بتعتبر برضو محل للتشكيك لكن في الوقت نفسه التقرير اللي بنتكلم عنه او تقرير فوربس مهتمش باكبر دولة مفطية في العالم العربي وهي طبعا المملكة العربية السعودية يعني التقرير ما ذكرش مثلا اي ثاري سعودي وده طبعا بيخلي مصدقيته مش كبير عوي تمام في مصادر حكومية شككت في تصريحات صحفية في المعلومات اللي بيقدمها التقرير اللي اصدرته شركة هنلي واكدت انه من الصعب حصر الاموال اللي بيمتلكها الافراد والثروات وده بسبب ان الفلوس بتتعدد اشكالها سواء بقى اموال في البنوك او الاصول العقارية او الاستثمارات والاراضي وهكذا كمان بسبب ان الجهات الرسمية اللي بترقب الاصول دي ومنها البنوك طبعا ما بتعلنش عن حسابات الافراد والحسابات دي بتبقى في منتهى السرية زي ما احنا عارفين موسيقى 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 اشتركوا في القناة